مرحبا موليد برش الشوزاء معكم كارمن شماس اليوم بدي أحكي عن الأسبوع من الثانين 23 للأحد 29 أدار مارس هذا الأسبوع بيحمل حدث كتير حلو وهو الأمر الجديد في برش الحمل يلي هو البيت 11 بالنسبة لكم بيت الدعم والتأييد وذلك يوم الثلاثة كله على بعضه بعتبره أسبوع حلو في يومين ونص تقريبا هاديين وريئين لحتى أنتوا ترتاحوا لحتى نوعا ما تخففوا عليكم الضغوط كيف بده يكون بديته لهذا الأسبوع يوم الثانين يلي هو 23 أدار مارس الأمر ببرش الحوت يلي هي أعلى نقطة عنكم الدائرة الفلاكية يلي هي ناس بيخافوا منها لكن أنا بعتبرها فترة مهمة جدا لأنه نوعيتها دسمي وريوردينج ومنتجي وبتعطي يعني إذا حطيتوا أنتوا نوعا من أفرد مجهود رح بتلاقوه والنتيجة بتكون كتير مهمة هذا لا يعني أنه رح توصل لعنكم النتائج على طبق منفضة بتشتغلوا بتحصلوا عليهم التالتة الأربعة والخميس حتى الساعة وحدة ونصف ظهر توقيت العالمي كل العالم يحتفل بوجود الأمر الجديد ببرش الحمل هيدا الأمر الجديد في برش الحمل يقع في البيت رقم 11 بالنسبة للكون يلي هو بيت الدعم والتأييد يعني رح بتلاقوه ومفروض إن كنت تتحركوا على هالأساس إذا بدكن مساعدة إذا بدكن دعم من حدا إذا بدكن تتصلوا بحدا وتسألوا سؤال أو معنكم شي تسألوا حدا لكن فجأة تالتة الأربعة أو الخميس صباحا أنتو بحاجة لميني ساعدكن بمسألة معينة تكون كتير بسيطة كتير بسيطة هيدا الفترة لألكون هيدا الفترة تدعمكن ولأنه أمر جديد في البيت رقم 11 اللي بيصير مرة وحدة بالسنة هيدا معنيتا على الأرجح مولود برش الجوزاء فيه احتمال إنه يكون عم بيفكر أو عم بخطط لصداقة أو الانتساب إلى جمعية أو إلى مؤسسة ويمكن يكون في عندك علاقات كتير جديدة بخلال تقريبا هيدا السنة لأنه هيدا الأمر مرة وحدة عم بقول بالسنة بيكون موجود ببرش الحمل فحضروا حالكن هنالك مبادرات حلوية أنتو بتقروا تاخدوها ومش بس بهيدا الأسبوع تمتد التأثيرات الحلوية على مدى شهر وشهرين وثلاثة وأكتر لكن طبعا هيدا الفترة الثلاثة الأربعة والخميس بعتبرها الأفضل الخميس الساعة وحدة ونص الظهر بتوقيت العالمي ثلاثة ونص الظهر توقيت بيروت بنتقل الأمر لبرش الثور وبتدخله هون بمرحلة هدوء وركود وبعض التأخير وبعض المماطلة المستحسن أنه لما الأمر بيصير ببرش الثور تهدو تهدو اتبعده عن الضغوط تبعده عن الأماكن الصعبة اللي فيها مجازفات اللي فيها مشاكل مش بس الخميس بعد الظهر الخميس المساء كل يوم الجمعة وكل يوم السبت هيدا أضعف فترة بهيدا الأسبوع هيدا أضعف فترة ما فيكن تتكلو فيه على الحزوز لأنه الحظ منه معاكن مش متل يوم التنين يوم التنين هو يوم ضاغط لكن فترة وجود الأمر ببرش الثور هي فترة مخيبة جدا للأمال فكونوا حاضرين ما تاخدوا أي قرار انتبهوا من التأخير البلبلة وسوق الالتباس الأحد 29 أدار مارس الأمر بيصير ببرشكم وهون نجمكم بيقوى تتنفسوا الصعوداء وبتلاقوا حالكم انكنوا وصلتوا على شط الأمان انطلاقتكم بيكون حلوي وجود الأمر ببرش الثورة هو بمثابة ضوء أخضر للكن يعني عم تنطلقوا عم تتحركوا عم بتغيروا وعم تحسموا الأمور يوم ممتاز ويمكن يكون هو بصراحة أفضل يوم بكل هيدا الأسبوع فحلو انكنوا تنظموا وقتكم وعمالكم على هالأساس اللي انتوا سمعتوا قدامكم أنا أعطيتكم نوعية الوقت ويبق عليكم انتوا تعرفوا اختاروا وشو بتكون تعملوا أو ما تعملوا من ناحية تانية كوكب زحل صار موجود ببرش الدلو أول درجة ببرش الدلو يلي هو برج حوائي صديق للكن وبالتالي فيه نقول انه بهيدا الأسبوع المواليد الأكثر حظا هي 21 و 22 أيار مايو بديتمنى للجميع أسبوع كتير حلو اشتراك بالقناة ومتابعة الأبراج الشهرية واليومية شكرا لدعمكم باي باي